بشكل يومي يستمر التحريض الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وقيادتهم عبر وسائل الإعلام صحيفة إسرائيل اليوم نشرت مقالا محرضا ضد الفلسطينيين في الداخل ووصفتهم بالمتمردين ودعت إلى قمعهم واتهمت بعضا من أعضاء الكنيسة العرب بالتحريض ضد القانون واستخدام القوة واعتبر الكاتب أن رفع العلم الفلسطيني في الداخل يعتبر تهديدا هذا ونشرت الصحيفة مقالا منافيا للحقيقة يدعي فيه الكاتب أن تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بدأ منذ تاريخ النكس عام 67 وأن الحرب حولت أرض إسرائيل إلى أرض فلسطين وما يقوم به الفلسطينيون هو محاولة لتزوير التاريخ والأثار التي تدعي إسرائيل أنها تعود لها وفي مقال على صحيفة معريف يدعي الكاتب أن القيادة الفلسطينية ليست شريكا حقيقيا للسلام ويهاجم كل من يؤكد ويشدد على أن إسرائيل مذنب في عدم تحقيقه مدعيا أن الفلسطينيين وقيادتهم ومنظمة التحرير ومن يطالب بحق العودة وحل الدولتين ينادي بالقضاء على إسرائيل وعلى القناة الثالثة عشر عرض وثائقي يكشف حصار ضباط الاحتلال للشهيد الراحل ياسر عرفات في مقر الرئاسة في مدينة رمالله وكيف تم الاقتحام ونهب الأموال ومصادرة الأسلحة ويكشف الوثائقي كيف حاول جنود الاحتلال اقتراف جريمتهم دون التأثير على الرأي العام خوفا من ردود الأفعال الدولية ضد هذا الاعتداء كما نشر وثائقي على قناة كان يروي فيه شهود من جنود الاحتلال شهاداتهم حول جرائمهم في قريتي اللترون وعمواس وكيف اطردوا سكانها وقتلوا الكثير منهم من أجل السيطرة على القريتين عام سبعة وستين وكيف كان الجنود يحتفلون بما يسمونه انتصارا فوق جثامين الشهداء الفلسطينيين ميساء الأحمد تلفزيون فلسطين